تركيا متوارطة في استخدام الأطفال جنوداً في سوريا. هذا ما خلصت إليه وزارة الخارجية الأمريكية التي أدرجت تركيا في قائمة البلدان المتوارطة باستغلال الأطفال كمحاربين صغار. وكشفت الخارجية الأمريكية أن أنقرة قدمت دعم وصفته بالملموس إلى الفصيل المعارض الذي تدعمه تركيا، السلطان مراد في سوريا. مضيفة أنه فصيل معروف عنه استخدام الأطفال كجنود. ولم يقتصر الأمر على سوريا، فبحسب مسؤول بالخارجية الأمريكية، فالأمر امتد إلى استخدام أنقرة الأطفال في معاركها والجماعات المحسوبة عليها في ليبيا أيضاً. إنها المرة الأولى التي يدرج فيها بلد عضو في حلف شمال الأطلسي في قائمة قانون منع تجنيد الأطفال. تركيا بوصفها قائدة إقليمية ذات شأن وعضو في حلف الأطلسي تملك الفرصة لمعالجة هذه القضية. وبحسب الخارجية الأمريكية، فأن الحكومات في هذه القائمة تخضع لقيود تتعلق بمساعدات أمنية ومنح ترخيص تجارية لمعدات عسكرية. الممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح في الأمم المتحدة كانت ذكرت أن عام 2020 عام حزين بشكل خاص للأطفال المتضررين من النزاع مع معاناة قرابة عشرين ألفاً من الأولاد والفتيات بشكل مباشر من واحدة أو أكثر من الانتهاكات الجسيمة ضدهم. حنان المصري العربية